بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء طلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهرية دارسي مادة الفيزياء مرحبا بكم في هذا المساء مع جزء شيق جديد من منهج الفيزياء آخر ما وصلنا إليه في الحلقة السابقة تطبيقات بيانية على العلاقة الرياضية للقوة المغناطسية على سلك مستقيم واتفقنا إن العلاقة F القوة المغناطسية المؤسرة على سلك يحمل طيار وواقع فيه مجال مغناطيسي بتساوي بي في I في L في سين سيت وهنا قلت إن دي القوة المغناطسية العمودية المؤسرة على السلك وهنا كسافة الفيض شدة الطيار المارف السلك طول السلك الواقع في منطقة المجال الزاوية سيتا بين السلك السلك والمجال قلت هنا فيه تطبيقين بياني تطبيق للعلاقة بين القوة F و الزاوية سيتا العلاقة هنا بين القوة والزاوية سيتا محتاجة مننا ملاحظة بسيطة A نخلي بالنا معي القوة F من العلاقة هنا عندما B و I و L سوابت تبقى F تتناسب مع سين سيتا طيب يبقى التغيرات هي تغيرات في سين الزاوية طيب لو انا رسمت محور سيتا كأني باخد علاقة بين الزاوية وبنجيب الزاوية وإحنا عارفين إن سين سيتا بيكون صفر عندما الزاوية صفر وكل ما زادت الزاوية السين بتزيد بس مش بتزيد بنفس النسبة في المثلة خط مستقيم إنما بتزيد واخد شكل منحنى الجيب اللي احنا كلمنا عليه وبتبقى بهذا الشكل عندما سيتا بصفر السين بصفر عندما سيتا بتسعين السين أكبر ما يمكن تساوي واحد وبزيادة الزاوية تقل قيمة السين وبإشارة موجبة لحد الزاوية ما تبقى 180 تبقى السين بصفر ثم بزيادة الزاوية تبدأ السين تزيد بس بإشارة سالبة لحد ما تبقى الزاوية 270 تبقى السين بسالب واحد ثم بزيادة الزاوية 270 ل360 السين هتقل للحد ما تبقى سفر وهتقرر ذلك كل دور طب نركز بقى في الجزئية اللي جاي احنا عارفين ان F بتساوي سابت لما اخد علاقة بين ال F و سين سيتا يبقى انا باخد علاقة بين ايه السين سيتا كمتغير مستقل كلمنا عنها قبل كده وده تابع عند سبوت بقية العوامل طيب يبقى هنا القيمة BIL ليها رقم فارضنا انها بواحد باتنين بتلاتة بعشر بعشرين يبقى الرقم ده مضروف في سين سيتا نفرض ان الرقم ده C باربعة يبقى انا عندي صفر فاربعة بصفر يبقى تبدأ ال F بصفر طيب بزيادة السين حتزيد ال F لحد ما توصل الى اقصى ما يمكن اربعة في واحد مثلا يبقى القيمة اللي عندي دي هي اكبر قيمة للF ثم تقل لحد ما تبقى صفر ماشيين مع بعض ثم تزيد بنفس لحد ما توصل لقيمة مساوية وفي الاتجاه السالب لو قلنا هنا F max وهنا تبقى سالب F max وهكذا يبقى اذا القوة عندي حتاخد هذا الشكل ده لما اخد علاقة بين مين ومين بين ال F والسين سيتا اظن دي واضحة تماما طيب اخر جزء كان العلاقة بين القوة و سين سيتا القوة و سين سيتا يبقى انا عايز العلاقة مش تأسير بقى السيتا لا تأسير السين سيتا فهنا نخلي بالنا ان السين قيمتها بتبدأ في الربع الاول تزيد ده السين من صفر الى ان تصل لواحد نهاية الربع ثم في الربع التاني تقل حتى تصبح صفر ثم في الربع التالت تزيد باشارة سالبة حتى سالب واحد في الربع الرابع تقل حتى تصبح صفر في نهايته طيب هنا لما اخد علاقة بقى بين القوة وبين السين سيتا اخلي بالي من السين سيتا ليها جزء بقى في موجبة وهو الربع الاول والتاني وجزء في سالبة عشان كده لما اخد علاقة بين الاف وبين السين سيتا في الربع الرابع بتقل الحد ما تبقى صفر في النهاية زي ما نقرسم كده تمام يبقى اذا عندي بقى القوة مقنتمة مع الاف مقنتمة مع سين سيتا طيب عندما سين سيتا بصفر الاف بصفر سين سيتا تزيد الاف تزيد لحد قدر معين بكام عندما السين سيتا بواحد يعني اقدر اخد ايه ارقام كده واحد من عشر اثنين من عشر اثنين من عشر اثنين من عشر لحد واحد فيه بعد كده لا ما فيش طيب في الحالة دي القوة هتبقى اكبر ما يمكن تساوي ايه تساوي البي اي الفقط طيب العلاقة بين دول هتبقى خط مستقيم بالشكل ده جميل يبقى وانا رايح في الربع الاول بتزيد وبالتالي القراءات اللي عندي هتمشي كده وتزيد وهكذا وهكذا لحد هنا طيب الربع التاني هتبدأ تقل يرجعه تاني لحد الصفر كده عند 180 ثم تبدأ بالسالب ولما الساينسيتا سالب تبقى الاف سالب يبقى الاف لازم تبقى في الجانب الايه ال تحت اهو هناخد السالب باللون الازرق كده وهتمشي الحد فين لحد الساينسيتا ما تبقى بكام بسالب واحد وهنا النقاط هتبدأ ها تزيد 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 لحد ما تبقى كام ها سالب بي اي ال ثم تبدأ تقل لحد ما تنعدم ويفضل كأن عندي زي ما يكون عندي بندول بيتحرك الظل بتاعه ماشي على هذا الخط هنا كده الجزئية دي اتضحت لنا العلاقة البيانية او تمثيل بياني للعلاقة بين الاف والسيتا او الاف والساينسيتا للعلاقة مين اف بتساوي بي اي ال ساينسيتا القوة المغنصية المؤسرة على سيلك يحمل طيار شدته اي في مجال منتظم كسفتو بي والطول الواقع في المجال ال والسيلك يميل عن الفض بزاوية سيتا هلعب بسيتا هاخد الشكل ده شكل البياني ده هلعب بساينسيتا هاخد الشكل ده طيب هنبدأ جزء جميل النهاردة وهصلح فيه كسير من المفاهيم اللي محتاج منكم تدوها انتباه عشان يبقى عندكم المفاهيم باسلوب سليم والتعبير يكون دقيق لان انتم لستم في نهاية المطاف ده انتم عندكم مراحل بعد كده في الجامعة في الكليات العملية باذن الله هتثبتوا فيها وجود وهتحتاجوا للتعبير السليم والتمييز بين المفاهيم بمعنى لما نجي نتعامل مع مفهوم عزم الاسدواج مفهوم عزم الاسدواج اللي الناس بتتكلم عليه كتير قوي عايز اوضح امر هيعجب بيه اساتذة الرياضيات والطلب المتفوقين في الرياضيات اعجاب شديد وهيبقى تكملة للفهم هنا عندي الحركة الضورانية الحركة الضورانية لاي جسم الحركة الضورانية لاي جسم مسبت عند نقطة اذا كان الجسم مسبت عند احد طرفيه في مفصلة هنا مفصل او مصمار مسبت وبحرك زي حركة عقارب الساعة تمام زي زراع الواحد للمروح زي باب متسبت من جانب واحد هنا القوة بتعمل ضوران يبقى قوة واحدة وفي تثبيت في الطرف يبقى القوة هنا تعمل ايه ضوران مقدرة القوة على احداث الضوران بسميها عزم القوة بسميها ايه عزم القوة يبقى نخلي بالنا يبقى عملية الضوران هنا نتجى عن نتجى عن تأثير قوة على جسم وتبعد عن محور الارتكاز او الضوران بعد عمودي قدره ال المقدرة دي لما اجي احسبها كقيمة حسابية اسميها عزم القوة بتساوي ايه القوة في البعد العمودي اللي بسميه زراع القوة بسميه ايه زراع القوة وده موجود عمودية عن محور الدوران هذا الكلام عشان طلابي الاعزاء وزملاء الاعزاء وحضرات مهندسي المستقبل والاباء المهندسين او العلميين او الاباء المنتبهين والمشاركين ليكم وانا لاحظت يعني اب غالي جدا وراجل متابع ومهتم اوي زي ما دخل فاكتر من المدخلة باراء قيمة الاستاذ عمر اتمنى ان كل الاباء يبقوا مشاركين مع ابنائهم في الفيزياء لانها مادة تشغيل المخ وزيادة الزكاء يبقى هنا الجزء الاول اللي بقوله الحركة هنا الدورانية هذه الحركة نتجة من تأثير قوة تحر الجسم حول محور دوران مقدرة القوة على احداث حركة دورانية بسميها عزم القوة بسميها ايه عزم القوة طيب ماذا لو كان الجسم مسبت من احد طرفيه دي قلناه انما انا هنا هكلم على جسم جسم مسبت من منتصفه بهذا الشكل تمام يبقى هنا محور ارتكاز جميل سواء كان هذا المحور موجود او غير موجود وفي قوة بتأثر هنا في هذا الاتجاه ف ون وقوة اخرى نخلي بالنا بقى بتأثر في هذا الاتجاه ف تو وكانت القوتين ف ون و ف تو ما لهم متساويتان القوتان متساويتان و متضادتان خلي بالك الله اوعى تقع في حتة ايه قوتين متساويتين ومتضادتين يبقى محصلتهم بصفر محصلتهم بصفر اذا كانوا بيأثروا في نقطة واحدة وعلى خط واحد وقد بعض وضد بعض لكن هنا القوتين متساويتين ومتضادتين وليست على خط عمل واحد هيحصل ايه بص كده لو الالم ده اهو قدام بيأيهو وانا بحرك بصباعي ده كده وبصباعي ده كده هيحصل ايه حصلوا حركة دورانية حصلوا حركة ايه دورانية يسببان دوران الجسم امتى لما يكونوا ليستة على خط ايه عمل واحد طيب هيسببوا دوران بنسمي ده ازدواج بسميه ايه ازدواج ما بسمهوش عزم ازدواج نخلي بالنا حتى في الانجلش يبقى انا عندي في عندي القابل ازدواج وفي التورك عزمه في الانجلش او في العربي ازدواج وعزم الازدواج زي ما قلنا تأثير القوة لاحداث دوران مقدرتها سميته عزم القوة هنا برضو المقدرة على احداث دوران القيمة الحسابية اسميها عزم الازدواج يبقى الكمية دي اللي انا هحسبها هي اللي هسميها عزم الازدواج التأثير اسميه ازدواج يبقى اذا عزم الازدواج يبقى انا هحسب هنا بقى كمية فيزيائية بتتحسب ازاي هنشوف وكمية دي مالها متجهة ولا قياسية هنشوف حسابها ازاي وحدتها ايه ايه اللي هنقول فيها عليه كل دي هتكلم عنه بالتفصيل لكن يهميني هنا بقى الازدواج ايه هو تأثير قوتين متساويتين ومتضدتين وليست على خط عمل واحد على جسم لاحداث دوران لهذا الجسم اذا كان حر وقابل للدوران بنا ممكن اجا حاول في حيطة مش هتحر انا باعمل طيب المقدرة على احداث الدوران هذي الكمية الفيزيائي بقى لاحسبها اسمها عزم الازدواج اسمها عزم الازدواج يبهينا الازدواج تلمنا عنه وعزم الازدواج جميل جميل طيب اللي انا هشتغل عليه عزم الازدواج هنرمز له بالرمز تاو او توي او ندلع هنسميها توتو دي ها المتاجة الكمية اللي انا هحسب طيب نشوف بقى واحدة واحدة هنا عزم الازدواج اللي انا هتكلم عنه اه دي قوة تقصر كده وادي قوة تاني تقصر كده هيعمله ايه الجسم هيبدأ يدور يحصل دوران اسدواج عزم الازدواج اللي هو تاو او توي هيساوي ايه هيساوي خلي بالكو بقى واحدة واحدة احدى القوتين جميل اف دي اف ودي اف في البعد العمودي بينهم اللي هنسميه زراع الازدواج في البعد العمودي طيب بالراحة كده واحدة واحدة يبقى يبقى عزم الازدواج هيساوي احدى القوتين في البعد العمودي طيب واحدة واحدة احدى القوتين قوة جميل كمية 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 متجهة البعد العمودي هل انا قلت ازاحة ولا بعد قلت بعد يعني مسافة يعني كمية عددية الله لما اضرب كمية متجهة في كمية عددية تدينا متجه او كمية متجهة اذا عزم الازدواج كمية متجهة لا خلافة على ذلك طيب وحدتها تساوي ايه تساوي وحدة لتنين دول وحدة قوة في وحدة مسافة وحدة قوة في وحدة مسافة الله وحدة قوة نيوتن في وحدة مسافة متر يبقى الوحدة نيوتن في متر نيوتن في ايه في متر يبقى اذا وحدة عزم الازدواج تساوي نيوتن في متر طب قبلتنا نيوتن في متر الزمان في اولى سنوي الله كنا بنقول وحدة الشغل تساوي وحدة قوة نيوتن في وحدة ازاحة بنسميها الجول طب خلي بالك معايا الشغل ناتج ضرب متجهين ناتج ضرب ايه متجهين قوة في ازاحة ضرب المتجهات خدتوه يا بشوات انه نوعين من الضرب ضرب قياسي يديني كمية قياسية وضرب اتجاهي يديني كمية متجهة طب الشغل اللي بنتكلم عليه او كلمنا زمان عليه ناتج عملية ضرب قياسي للقوة في الازاحة يبقى كمية قياسية وحدته اسمها نيوتن في متر او جول لا الله هنا نيوتن في متر لكن ما اقولش عليها وانا بتعامل مع عزم الازدواج جول يبقى نخلي بالنا يبقى لو قال لي وحدة عزم الازدواج وجاب لي اختيارات نيوتن في متر وجول وفكى كما يشاء لو اخترت جول اقولك صفر رغم ان الجول كابعاد يساوي نيوتن في متر كابعاد وفكوهم وطلع الوحدات الاساسية اد بعض يساوي بعض لكن لما يعبر على وحدة قياس الشغل اقول جول او نيوتن في متر او في الشغل لكن وانا في عزم الازدواج اقول نيوتن في متر وما اقولش جول هذا الكلام كلام دقيق وواضح ونهائي طيب جميل تعالى بقى نتجول مع عزم الازدواج بمنتهى المزاج القوة وعزم الازدواج على ملف مستطيل يحمل طيار جميل وهو خلي بالك بقى في مجال مغناطيسي وهقف عندي دي ولعب على مرحلتين هلعب على كم مرحلة مرحلتين ايه المرحلتين مرحلة اولى وهو موازي للمجال ثم في المرحلة التانية اشوف بعد ما حصل له دوران بدأ الدوران خرج عن وضعه الموازي وبدأ يدور واصبح مائلا نبدأ نشوف ميلو هيعمل ايه والازدواج وعزم الازدواج هيساوي ايه يبقى نحنشتغل اول على ايه وموازي للمجال طيب نشتغل بقى بالراح نشتغل بقى آدي قطبي مغناطيس وآدي ملف مستطيل ملف مستطيل نمشي واحدة واحدة تعالى بقى نزبط الامور دي بالرح اضلعه A B C D ونفرض ان الطيار ماشي في نفس الاتجاه A B C D طيب خطوط المجال بين القطبين ماشية من الشمال للجنوب آدي خطوط المجال اتجاه المجال مش هاخد خطوط كتير عشان ما اعملكمش اي لخبطة كتير آدي B جميل تعالى بقى نمشي واحدة واحدة انا عندي لهذا الملف اربع اضلعه ضلعين A B و C D يمثلان طولي الملف ده الطول وده الطول و C B و D A يمثلان العرض يبقى انا هزبط الامور و عايز كل واحد كده ياخد الامور برواء و بساطة ولا خوف من اي تعقيد لا تعقيد انتو اكبر و ازكى و اقدر على الفهم الفهم معايا باذن الله نشوف مع بعض الضلع ده الطويل هقول على الطول وارموز له بالرمز L طول جميل اللي هو مين A B او C D لاتنين قد بعض هم الطول والبعد الممثل لل D A وال C B هسميه L داش العرض جميل تعال بقى نتجول داخل هذا الملف هذا الضلع عمودي على الفيض والضلع ده كذلك يبقى هنقول الضلعان ولكن C B و D A موازين للفيض هبدأ بالغلابة دول C B و D A الممثلان للعرض موازيان للفيد سلك موازي للفيد القوة المغناطسية عليه تنعدم القوة المغناطسية عليه ايه تنعدم يبقى تنعدم القوة القوة على كل منهما وقف عن دي وخلي بالك متى ذلك عندما يكون كل واحد موازل الفيض في هذا الوضع موازل الفيض جميل طيب نركز في الحتة الشيك الجميلة اللي جاي طيب الضلعين الموازين انعدم القوة عليهم مفيش قوة تأثر عليهم لانهم موازين طيب موازين يبقى سيتة بين السلك والمجال بصفر يبقى صين صفر بصفر تبقى القوة على كل منهم بصفر ماشي ده السلك بصفر تعالا نشوف الضلعين التانيين بقى الضلعين اللي هنسميهم A B و C D الممثلان للطول هنا مالهم متعامدان على الفيض او على المجال يعني سيتة الكل واحد منهم بينوا بين الفيض بتسعين صين تسعين بواحد اكبر قيمة جميل يبقى اذا القوة على كل منهم القوة على كل منهما هسميها F و F Fتين مالهم ركز بقى معاي متساويتين ليه متساويتين مش احنا عارفين العلاقة F بتساوي ببساطة كده اهو صغيرة على جنب كده بتساوي B فا فا اي فا ل صين سيتة اه طب خلي بالك ال B واحد والطيار بتاع الملف واحد والطول بتاع الضلع ده اد ده اد بعض والاثنين متعمدين سين سين بواحد بل قوتين اد بعض كل منهما F بتساوي B فا I ف L فقط دون سيت طيب ده لو الملف من لفة واحدة اللي طب افرض ان كان الملف من N لفة والله لو من لفتين يبقى هضرب دول في اتنين من تلاتة هضرب في تلاتة من N لفة هضرب في N يبقى ممكن نقول F بتساوي نبيل من نبيل ده لا ده N في B فI في L جميل القوتين دول ما لهم ده لما يكون من N لفة وده من لفة واحدة قوتين F و F متساوية و متضادة و ليستا على خط واحد اذا يسببان ها نرجع لكلامنا اقول ايه عزم ازدواج ولا يسببان ازدواج عزمه تاو او طوي يسببان ازدواج عزمه طوي اللي حندلعها دلوقتي طيب تعال اندلع دي بالراحة اوي 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 تعال اتخيل ان فيه ولد صغير بيبحلق وبيدأ للملف شوف الملف الجميل ده هذا الملف الشيكي الجميل حيبان لي هنا عرض الملف ركز بقى معايا اوي ووفقا لقاعدة فيليمنجي لليد اليسرى هطبق الحركة بأدية ها ادي المجال وادي الطيار تبقى القوة على الضلع ده لاعلى ركز بقى وانا بحدد القوة وهحددها لك بالاتجاهات ومنتهى المزاج واحدة واحدة هنا السلك ده عمودي على المجال زي ما قولنا والقوة هنا هتبقى متعمدة على الاتنين عمودية على الضلع وعمودية على المجال ايف وهنا كذلك ايف متعمدة على الضلع ومتعمدة على المجال دي لأعلى ودي لأسفل لو الملف في مستوى الصفحة هتبقى القوة هنا عمودية على الصفحة للخارج اللي برا والقوة هنا عمودية على الصفحة للداخل يعني اقدر امثلهم ببساطة كده لو هعمل انتجاهات هعمل هنا للخارج دايرة كده اهو طيب والناحية التانية هعمل ايه دايرة وفيها علامة تعامد او فيه اهو طيب اتخيل ان فيه ولد قاعد بيبص للملف ومنبهر ايه اللي جار والقوة هنا لأسفل ادي اف و ادي اف البعد بينهم قد ايه بيساوي عرض الملف اللي انا سميته اللي داش اللي سميته اللي داش بعض الناس ممكن يستغرب نقوم نسميه L-C-B L-C-B C-B في حال ايه دا العرض وهنا هيبقى فيه عندي قوة مؤثرة على الضلع دا الطويل دا العمود دا ايه اللي هسميه C-D وقوة على دا الضلع A-B العمود دا A-B القوة دل مالهم متساويتين متضضتين وايه كمان وليست على خط عمل واحد هيعملوا ايه هيعملوا دوران هيعملوا ازدواج هيعملوا ايه ازدواج عزم الازدواج توتو به اللي قلنا عليه هيساوي ايه احدى القوتين اللي هي اف في البعد ايه ايه العمودي اللي هو اللي داش اظن كده ما فيش ادنى ازعج وحنبدأ نشتغل يبقى ايه اذا تأثر الضلعان المتعامدان على المجال بقوتين متساويتين ومتضادتين وليست على خط عمل واحد عملوا ايه عملوا ازدواج يسبب ايه يسبب دوران عزمه مقدرته على احداث الدوران متجه بيساوي ايه احدى القوتين في البعد العمودي بيساوي ايه احدى القوتين في البعد العمودي فكينا هين هكمل الفكة الصورة على دي وناخدها في صفحة تانية جديدة نربط الدنيا ببعضها بالراحة ايف اتفقنا انها بتساوي نبيل واد يا نبيل اهو في ال داش مين ال دي طول الملف اللي سمناه مش هتعدى كده ها في ال داش ال في ال داش ده مين ده عزم الازدواج طب استنى استنى ايه هي مش ال في ال داش نعرفها ولا ما نعرفهاش نعرفها طول في العرض يساوي ايه يساوي ايه انت تقصد ايه حرف الايه الممثل المساحة ولا تقصد ايه بتسأل لا اكيد المساحة ايه يبقى اقدر اشيل ال في ال داش وحط ايه بقت ان بي اي اي نبيا مش عجبان نوم نسميها ايه بيان يبقى اقدر اقول ان عزم الازدواج هنا بقى بيساوي ايه بي اي اي ان ها ونلتقي في الصفحة التالي تعالوا نشوف كده بقى نعمل مزاج عالي اوي يبقى هنا عزم الازدواج بقى بيساوي بي اي اي ان صين سيد يبقى عزم الازدواج تاو او طوي على ملف موازي للفض بقت بتساوي ايه بي في اي في اي في ان وحدته ها نيوتن في متر عدديا ابعادا تساوي الجول لكن ما عبرش عن الجول كوحدة قياس ليه عزم الازدواج طيب الجزئية الشيكي الجميلة اللي جاية ماذا يحدث عندما يبدأ الملف فيه الدوران اذا الملف هيميل لما يميل يطرأ ايه اللي هيحصل بالتفصيل تعالوا نشوف الملف بدأ يتحرك الملف يتحرك ويميل تعالوا نشوف ماذا حدث الملف بيميل ونا وراه وهو يميل وإحنا وراه تعالوا نشوف كده واحدة واحدة اتخيل كأنه الملف ده لوح شكله شيك وجميل كده وانا بحاول ان الدنيا تبقى عندك ماشية ايه بمنتهى المزاك كأن لوح كده وميلته او صفحة كتاب او كتاب وميلته طب المجال فين يا ترى اضلاع الملف اللي كنا بنتكلم عليها ايه وبي والسي ودي وكان الطيار هاخده زي ما هو اهو اهو ده ما عملتش جديد ما عملتش جديد غير ان انا ميلت الملف ايه ايه ماشية في الملف ماشية في الملف تعالوا نشوف بقى ماذا سيحدث ايه ايه خطوط المجال اهيه خطوط المجال الجميلة اهيه اهيه بص معايا نشوف ايه الحكاية تعالوا نشوف ادي بي سؤال بسيط الرسم بيتكلم بيقولك ايه بص كده اضلعان ايه بي وسيدي اللي هم ممثلين للطول ما زال اضلعان متعامدين على الفيض فيه تغيير ما فيش تغيير يبقى الضلع ايه بي عمودي على الفيض والضلع سي بي عمودي على الفيض الضلع هو الضلع والطول هو الطول والطيار هو الطيار والسلك عمودي يبقى القوة القوة المغناطسية هي زي ما هي لم تتغير يبقى القوة على كل ضلع من دول لم يحدث بها تغيير نديها لون جديد كده اخضرتها القوة ادي اف وهنا اف دي اللي اعلى ودي لأسفل يبقى الضلع عن الطويلان ملهم بعد دوران مستوى الملف خلي بالك معاي عن الفيض او عن المجال طيب الضلعان الطويلان ما زال متعامدين كل منهما يتأثر بقوة اف اف هي 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 اف بتساوي ايه فاكرين نبيل اذا كان الملف من النلف جميل لم تتغير لم تتغير ملهم متساويتان ومتضادتان وليستا على خط واحد اذا يسببان ازدواج عزمه تعالي يا عم عزمي تاو او طوي هو لا انا قلت القوتين هما هم قلت القوتين هما هما مقدارهم هو هو الضلعين متعمدين يبقى كل قوة زي ما هي واحد يقول لي طب ما يعملوا ازدواج زي ما هو اقول له مش كنا بنقول عزم الازدواج بيساوي احدى القوتين في البعد العمودي اه طيب القوتين هما هما مصر اقول له لكن البعد العمودي ما بقاش هو ايه ده هو عرض الملف في كاش لا تعال نشوف فاكرين الولد اللي كان بيشاهد الملف وبيتفرج عليه كان شايفه شكله ايه اهو بص يا عم الولد الجميل هو 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 هجيبه هو بغبوته ووشه اهو هو هيشوف الملف في وضعه ايه مستوى الملف هيبقى شكله ايه والقوتين ادي عرض الملف ده اللي هيبنله من هنا ما هيبص كده هيشوف عرض الملف نركز بقى معايا كده او ميل كده حسب ما يميل طيب ميل يا جميل مهما تميل تعال نشوف هذا الكلام بالتفصيل ادي القوة اف خليها خاضرة عايزينها خاضرة اهو اهي ادي الاف ودي الاف البعد ده كان اللي داش العرض وحدة وحدة بقى هل البعد ده هو البعد العمودي اقول له لا استنى بقى معايا نشوف ايه الحكاية ادي خطوط المجال اهيه خطوط المجال اهيه يا طرى يا هل طرى البعد البعد العمودي ادي ايه اقولك هو ده فقط يبقى ده البعد العمودي وده عمودي على المجال اللي بنتكلم عليه يبقى ده خطوط المجال اهي اهي دي بي والخط ده ايه ده الخط العمودي على المجال طيب واحدة واحدة هل الضلع ده مسلس قائم اللي مقابل ليه اسمه الوطر يبقى عرض الملف هو الوطر في الشكل اللي عندي ده هل الوطر الجميل ده يساوي اي ضلع في المسلس ولا اكبر اكيد الوطر في المسلس القائم اكبر من اي ضلع يبقى اي ضلع اصغر من الوطر جميل الوطر هو عرض الملف كان زمان البعد العمودي لما كان الملف موازي كان هو عرض الملف كله كله ولا حتى منه لا كله لكن هنا البعد العمودي بقى اقل من كده البعد العمودي صغر بقى قليل يبقى عزم الازدواج بيسوي احدى القوتين في البعد العمودي عزم الازدواج حيبدأ يقل يقل تعالا تشوف ركز بقى معايا قالك انا هاخد الزاوية اللي بين مستوى الملف والعمودي على الفيض يبقى خلي بالك الزاوية هنا بين مين ومين بين العمودي على المجال وبين مستوى الملف هي هي اللي بين العمودي على الملف والمجال طيب يعني ما تدنيش الزاوية او زاوية هننكلم عنها هنا ليست الزاوية بين مستوى الملف والمجال على طول لا بين مستوى الملف والعمودي على المجال او بين الملف بين المجال والعمودي على الملف بين واحد والعمودي على التاني يبقى الزاوية هنا اللي هنشتغل عليها ها الزاوية بين ها مستوى الملف هنا هو وبين العمودي على المجال وهتكلم معنا بالتفصيل وهنوصفها بأوصاف كتير يعني هنسميها مسميات اخرى هنوصفها باشكال اخرى اه لكن خلينا دلوقتي هذه هي الزاوية اللي بنتكلم عنها سيتا السودة دي الضلع دا اللي هو البعد العمودي بالنسبة لسيتا ايه مقابل المقابل بيسوي الوطر في صين المقابل بيسوي ايه الوطر في صين يبقى البعد العمودي دا هيسوي الوطر اللي هو اللي داش في صين سيتا استنى بقى عزم الازدواج حيبقى ايه احدى القوتين في البعد العمودي احدى القوتين في ايه في البعد العمودي البعد العمودي اتكلمنا عنه كان زمان لما كان الملف موازي للفض كان البعد العمودي هو عرض الملف كله اصبح الملف مائلا اللي جاره البعد العمودي مقص ما بقاش العرض العرض بقى داخل مسلس قائم بقى يمثل الوطر والبعد العمودي بقى ضلع اخر المقابل زاوية سيتا يبقى بقى البعد العمودي اللي داش ساين سيتا يبقى عزم الازدواج بقى لما هندلعه F في البعد العمودي اللي هو مين اللي داش العرض ساين سيتا الله يعني A N B I L في L داش ساين سيتا كمين اللي في L داش اتكلمنا عنها انها اسمها A بقى عندي هنا A بقت N B I A أو B I A N B I N يعني B I A N بس مضروبة في مين في ساين A سيتا والسيتا العفريتا دي هنوصفها كتير يبقى سيتا دي بين من ومن بين مستوى الملف والعمودي على المجال بين المجال والعمودي على الملف يعني على مستوى الملف هي دي هي دي تمام الله اصبح عزم الازدواج هنا ما له ركز بقى معايا اصبح عزم الازدواج بيان ساين سيتا كان زمان بيان بقى دلوقتي بيان ساين سيتا انه الزاوية التي ها تقع بين مستوى الملف مش هو الفيض لا والعمودي على الفيض او بين المجال والعمودي على الملف وهتكلم عنها بالتفصيل الملف الممل طيب سؤال بسيط هل يترى الضلعين الطوال A B و C D طول اي الملف المتعمدين على المجال هم بس اللي هيتأثروا ولا الضلعين القصيرين اللي ممثلين للعرض هيتأثروا هيتأثروا ويريتهم ما تأثروا ولا هيعملوا حاجة ازاي الضلع C B بقى بين وبين المجال زاوية هسميها اي اسم جديد فاي مثلا سميها كما تشاء وهنا بقى بين وبين المجال زاوية فاي ضلع يمر به طيار وما العان الفيض يتأثر بقوة ولا ما يتأثر شيء يتأثر بقوة بتساوي ايه B فاي فاي فال فصين الزاوية القديم القانون القديم طيب واحدة واحدة عشان ما نطلق باطش يبقى الضلع ده هيتأثر بقوة واتجاهها بالشكل ده وفقا لقاعدة فيلمنج لليد اليسرى القوة بكم هنا هسميها F شاء F فداش منهم بقيمة كل واحدة منهم بقيمة صحيح كل قوة منهم بقيمة مهما كانت لقيمة حيلاش هو بعض الاتنين لانهم قد بعض وضد بعض على خط واحد بس لو انا حبيت احسب كل واحدة اقول له بقى بتساوي N عدد اللفات B I في L اللي هنا طوله ضلع اسمه اللي داش في سين فاي في سين فاي وهنا نفس الكلام يبقى F داش هندلع ها N B I اللي داش سين فاي استنى معايا بقى هاخد الحتة صغيرة دي هي الزاوية فاي دي مالها خلي بالك شوف سيتا فين سيتا اه اه دي سيت اه دي سيت الله في وسيتا بيتمموا بعض مجموعهم تسعين يبقى سين في تسوي كوزاين سيتا لو هعبر بسيتا يبقى هضرب في كوزاين سيتا يبقى N B I L ها كوزاين اللي داش كوزاين سيت هرسم الشكل دا تاني ببساطة وهلعب على القوى اللي على الاضلاع وهلعب على عزم الازدواج تعال نشوف اشتركوا في القناة يبقى عندما ادي الملف هو مالو مايل عن الفيض ادي A B C D وادي الطيار لما اتكلم على القوى بقى عندي اربع قوى يبقى خلي بالك في الحالة دي في قوى في قوى على الضلعين الاصيارين العرض قوتين F داش و F داش لو الملف من لفة واحدة هتساوي B I L داش ها خلي بالك بقى في الزوايا واحدة واحدة الزاويا اللي بنتكلم عنها مال بص كده معايا الزاويا بين ها مستوى الملف والعمودي على الفيض دي C اللي هي هنا نفس الكلام C لكن ده بيميل عن الفيض بزاوية ايه فاي فقلنا ان القوة هنا هتبقى B I L داش سين فاي اللي هي كوزين سيد او N B I L داش كوزين سيد لو الملف من N لفة حط N من لفة واحدة ما حطش N الضلعين هنا هنا بالنسبة للقوة القوتين F داش و F داش تلاشيان بعضهما قوتين بيساوي B I A N عندما الملف ماله موازي للفط بيساوي وادي الطيار طيب ليه رسمته تاني هتكلم على جزئية في المنتهى الأهمية طيب الجزء التاني بقى من عزم الازدواج عندما الملف ايه ماله اللي اتكلمنا عنها ايه عزم الازدواج ده حيساوي B I A N Sine سيدا وقلنا سيدا هنا هاوصفها اوصاف كتير تعالا نرسم عرض الملف ادي عرض الملف ادي خطوط الفض فين سيتا بقى اللي بنشاور عليها تعالا نشوف مع بعض احنا بنشاور على سيتا بكل الاوصاف واحدة واحدة هذا الخط اللي انا برسمه العمودي على المجال بعض الناس بيقولوا خط عمل القوة ما فيش مشكل ادي القوة ما هي القوة هنا عمودي جميل ادي اف ودي اف الزاوية فين اهي سيتا بين مستوى الملف والعمودي على المجال ايضا اقدر اقول لو خدت عمودي على المجال خدت خط اه عمودي على الملف بص معايا كده خط بسيط خالص من غير الاخباط عمودي اهو ده عمودي على مين على الملف يبقى عمودي او عمود على الملف طيب واحدة واحدة مش دول مجموعهم تسعين وكل دول مية وتمانين يبقى معنا كده من الزاوية دي زائد الزاوية دي بكام ها نركز بقى معايا بتسعين يبقى الزاوية اللي بين العمودي على الملف والمجال ده هي هتبقى هي هي سيتا ليه بص معايا الزاوية دين دول بيتمموا بعض والزاوية سيتا بتتمم دي متممات الزاوية الوحدة متساوية يبقى دي سيتا يبقى سيتا هنا وصفتها كم وصف لحد دلوقتي وصفين بين مستوى الملف والعمودي على الفيض او بين الفيض او المجال والعمودي على الملف يبقى بين واحد والعمودي على التاني بين واحد والعمودي على التاني مين الواحد والتاني مستوى الملف والمجال يبقى بين مستوى الملف والعمودي على المجال او بين المجال والعمودي على الملف اظن كده مفيش اشكال نبدأ عمل اشكال ايه قلنا هنا ان عزم الازدواج متجه عزم الازدواج ايه متجه جميل وكسافة الفض متجه وهنا نخلي بالنا ان العزم عمودي جميل هكلم بالتفصيل يبقى فاضل عندي كأن في متجهين مضروبين في بعض ضرب اتجاهي ادوني متجه جديد هم مين قال الكمية داية متجه هندلعوا لسه مضروبة في المجال وهو متجه اداني متجه اسمه ايه عزم الازدواج طيب يبقى عزم الازدواج المتجه دا بيساوي متجه وهو كسافة الفض في متجه نسميه سموه سموه ايه سموه عزم سنائي القط ورمزناله بالرمز رمز متجه يبقى توي او توي بتساوي بي في هذا المتجه اللي حنقول عليه بقى ايه حنكتبه ايه اللي هو ايا اي اي ان اقدر اكتبه ايه بي ها في ام دي متجه ادي مقياسه وعليه سهم يمثل اتجاهه انا عندي كده متجهين يبقى عزم الازدواج هيساوي كسافة الفض في المتجه الجديد اللي هنسميه ايه عزم سنائي القط عزم سنائي القط ده بقى محتاج شوية مزاج ازاي عزم سنائي القط اتفقنا انه متجه ماله لاتجاه وليه مقدار مقداره ايه اي اي ان يبقى مقداره يتوقف على ايه على مكوناته ايه مكوناته اي و اي و ان اي و اي و ان دي فين دي دا كلهم بتوقع الملف يبقى كميات المتحكمة في عزم الازدواج كميات خاصة بالملف نفسه ايه بتاعته ايه بتاعته ايه بتاعته ايه بتاعت الملف ليه كده لان الملف هنا لما نيجي نركز معايا هلاقي الملف سواء كان دائري او مستطيل مرور الطيار فيه يجعله مغناطيس مش احنا اخدنا ان الملف الدائري لما يمر فيه طيار يصبح يصبح مغناطيس ليه قطب و قطب شمالي و قطب جنوبي وبحدد نوع القطب بالنظر لوجه الملف وسؤال الطيار انت ماشي في انهي مصار يا عم طيار يقول لي لو انا ماشي معا قرب الساعة نقول له وجهك ده جنوبي طب لو ماشي ضد يبقى الوجه ده شمالي اذا الملف بذاته اصبح مغناطيس مغناطيس وقع في مجال مغناطيسي برا ينهر بيت و ماذا سيحدث هتكلم عليها يبقى هسمي ده ايه عزم سنائي القطب مقداره آي اي ان هتكلم على مقداره هتكلم على اتجاهه وهدلعه هيا بنا نلعب هاخد الملف بقى واحدة واحدة يبقى عزم سنائي القطب اتفقنا ان بنرمز له بالرمز كمتجه ام دي ادي مقياسه وادي اتجاهه مقداره يساوي ايه يساوي اي اي ان طب وحدته تساوي ايه وحدة دول يبقى هتساوي اي بالانبير في المساحة بالمتر المربع فقط فقط طب هنطلع له وحدات اخرى طبعا كتير براحيتنا لكن لسه بقى هنتكلم على اتجاهه بص معايا كده لقادي ملف قادي ملف بيمر في طيار نفرض ان طياره ماشي كده مثلا الطيار ده ماشي مع مين ده ماشي مع قارب الساعة يبقى الوجه ده قطب ايه قطب جنوبي طيب جميل تعال نشوف ضلعه اللي تحت وشه اللي تحت اهو نتخيل كأن انا بكمل ده كده الجزء اللي لتحت حيبقى بلحم يبقى قطب ايه شمالي يبقى كأن عندي فوق هنا قطب جنوبي وتحت قطب شمالي الله يعني كأن ده اصبح مغناطيس سواء كان قصير ولا طويل هو مغناطيس طب تعالوا نتخيل انه هو ها بالشكل ده ايه ده اللي بتعمله ده ركز معاي كأن بعت اللفات كده خليتها كده زي ما كنت ببعد الملف اللفات الملف الدائري ويتحول لحلزون الوجه ده قطب ايه جنوبي والوجه اللي تحت قطب ايه شمالي كأن بقى عندي مغناطيس ليه قطب فوق جنوبي وقطب تحت شمالي اهو نكتبها هنا الجنوبي وهنا شمالي او نكتبها كده طيب هذا المغناطيس لو وضعته بين قطبي مغناطيس اخر يلا بقى معاي نشوف ايه الحكاية وقادي خطوط المجال انا هنا بتكلم على ده ممثل لمن للملف اصبح الملف يعمل معاملة ايه معاملة مغناطيس طيب لو هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي زي ما انا عامل خطوط الفيض هيبقى بين الشمالي والجنوبي ده ايه قوة تجازب وهنا قوة تنافر ويدور الملف ويحدث ازدواج يبقى اذا تم هذا ازدواج او الدوران وكأن هذا الدوران تم بين مغناطيسين مغناطيس المجال الخارجي المحيط ومغناطيس هذا الملف العبيد بس كنا فاكرين وعبيد طلع مش عبيد طلع مغناطيس الله عشان كده سميت الكمية المتعلقة بالملف عزم سنائي القط بس ما اقولش انه هو عزم ازدواج لانه لن يستطيع ان يحدث ازدواجا الا بوجود المجال الخارجي من غير المجال الخارجي هو مغناطيس مستني مستني الفرج لا يحدث ازدواجا لحاله الا اذا جالوا مجال خارجي من مغناطيس خارجي وتمت بينهما معركة مجالية حدست عنهم حركة دورانية ونتج عزم ازدواج بنحسب عزم انما الملف الوحده نقول عليه عزم سنائي القط عزم سنائي القط لانه مغناطيس عنده قط ومستني يجي له مجال مغناطيس يعمل معه ازدواج يعمل معه دوران عزمه وعزم الازدواج طيب لاحظنا ايه استنى كده ده اللي انت عملته ده امر غريب خالص ايه اتخيل معايا هنا في الرسمة دي في الراحة كده ادي الملف هو وكأن عملت مغناطيس ها اللي بتكلم عنه اللي هو عزم ماله عمودي على مستوى الملف ادي طرف وده تحت هو ده المغناطيس اللي عندنا هو فوق قلنا جنوبي وتحت شمالي وادي المجال الخارج المحيط اهو اهو ركز معاي اذا واضح من رسم اللي بيتكلم ان عزم سناء القطب عمودي على مستوى الملف زي ما مجال اي ملف عمودي على الملف لو انا جبت ملف كده افقي كده حلو او مش مجاله هيبقى عمودي على الملف جميل مجاله اللي هو المغناطيس الناتج على الملف اللي انا بتكلم على انه عزم سناء القطب هيبقى عمودي على مين عمودي على الملف يبقى اذا المتجه الجديد اللي اسمه عزم سناء القطب بقى متجه ماله عمودي على مستوى الملف عمودي على مستوى الملف طيب جميل وبنحدده اتجاهه فين بحدده بقعدة البريمة كأن بربط في اتجاه الربط يبقى عمودي على مستوى المجال ادي الام دي اللي بنتكلم عليها وادي المجال بي لملف موازل الفيض عزم سدواجه بيساوي ايه بي اي اي ان بيساوي بي خلاصنا مانا مكان دول مين ام دي ده متجه وده متجه ده عزم سناء القطب ماله اعرفنا مقداره ها واعرفنا اتجاهه عمودي على مستوى الملف يبقى اذا كان الملف في وضع موازل الفيض زي ما نهرسمه هيبقى عزم سناء القطب فين هيبقى ادي مستوى الملف ده الملف يبقى عزم سناء القطب عمودي عليه ام دي اتجاه الرابط بالايد اليوم يبقى متقدم سابق الملف زي ما نرسم كده طيب الملف مايل مايميل تعالى نشوف ادي خطوط المجال ن و اس والملف كان مايل كده يبقى عزم سناء القطب عمودي على الملف كده تعالى نشوف بقى بالراحة واحدة واحدة نزبط الحد دي مهمة جدا والملف مايل هنتكلم عليه عشان نطلع لنا سيتة جديدة بالراحة ادي الملف ادي ام دي عزم سناء القطب وادي خطوط المجال ركز بقى معايا الزاوية كنا بنتكلم عن الزاوية من شوية بين مستوى الملف وبين العمودي على الفيض هرسم كده ادي العمودي على الفيض على المجال يبقى بين مستوى الملف والعمودي على المجال جميل ادي العمودي على المجال الزاوية بين مستوى الملف والعمودي على المجال فين اهيه الله طب مش زاوية دي بتساوي دي بالراحة كده الزاوية دي بتساوي الزاوية دي طيب هنا الجزئية اللي انا عايز اتكلم عنها ادي عم دي ادي عم دي ماشي الزاوية بين ام دي وبين بكز معاي مين وبين المجال المجال على طول هاخد على صفحة لوحدها كده عشان نديها حقها يبقى هنا احنا عرفنا ان سيتا وصفناها الى الان وصفين والتالت جاي ادي خطوط المجال ادي ان و ادي اس وتعالى نشوف بقى لو الملف مستوى مايل عن الفض مستوى الملف مايل عن الفض ادي الملف اهو فاكرين ادي قوة و ادي قوة خلي بالنا عشان هنحدد هنا اتجاهات بقى كتير ده مستوى الملف وهاخد هنا خط عمودي على المجال عمودي على المجال وهنا نفس الكلام خط عمودي على المجال وقلنا ان الزاوية سيتا اللي هنديها اشكال بقى كتير ها بين مستوى الملف والعمودي على المجال ادي سيتا الزاوية الحمرة دي جميل هي نفسها دي طيب فين عزم سناء القطب تعالى نرسم بقى ادي عزم سناء القطب عمودي على الملف ده مين ام دي تبقى الزاوية فين بص معايا واحدة واحدة مش الزاوية دي بص المسلس ده الزاوية ده اللي بين مستوى الملف والعمودي على المجال هي نفسها الزاوية بدل يبقى طلعت في العلاقة تو بتساوي بي اي اي ان سين سيتا سيتا طلعت بكم حاجة تعالى نشوف كده مع بعض قلنا بين مستوى الملف بين مستوى الملف والعمودي على المجال ادي واحد تاني وصف بين المجال والعمودي على الملف نطلعها هنا كده نطلع الزاوية يبقى بين العمودي على الملف والمجال ادي سيتا تلات بين متجه عزم سنائي القطب والمجال الجديدة اذا الزاوية بقت عندي سيتا لها تلات مفاهيم يجب هالف الامتحان يجب هالف اي وصف من التلاتة هي هي يبقى بين الملف والعمودي على المجال المجال والعمودي على الملف او بين عزم سنائي القطب والمجال ليه ما هو عزم سنائي القطب عمودي على الملف عمودي على الملف شوف كده عمودي على الملف اهو هو ده ما كان عزم سنائي القطب والمجال ادي الزاوية سيتا و ادي عزم سنائي القطب و نقول ان ام دي بقت على انطلع له تعريف يكون دمه سمنا ايه ام دي يبقى ام دي من هنا ممكن تساوي ها تاو او توي على ها بي ساين سيت جميل في مشاكل طب ركز معايا من هنا نقدر نطلع الوحدات وحدات عزم سنائي القطب واحد عزم الازدواج ايه وحدته نيوتن في متر على تسلا ساين سيت ملهاش جميل نقدر نفك بقى نقدر نفك نقدر نفك نقدر والتسلا نقدر نفكها ايه نيوتن من القوى اللي فاته على امبير في متر مقام المقام بسط والنيوتن مع النيوتن تعالى نشوف هيطلعوا الامبير في متر فوق بقت امبير في متر تربيع الله نقدر هي هي اللي نجيبها من هنا امبير في متر تربيع طب عايزين نطلع لها تعريف تعريف بالصوابع كده جلا جلا تعالى نشوف مش انا عارف ان ام دي بتساوي تاو او توي عزم للزواج على بيه ساين سيتا قالوا اه طب تعالى نبص على الورقة كده لو انا خليت المقام ده بواحد يبقى عزم للزواج يساوي ايه يساوي تاو او توي وهنا اقف عندها ووعات الدلق ليه خلي بالك انا بقول ان ام دي تساوي توي مقدارا عندما المقام بواحد عشان بعض الكتب او المذكرات اتهيئ لهم انه يقولوا هي عزم ازدواج لا مقدارها يساوي مقدار عزم الازدواج لما دول بواحد لما البي في الساين سيتا بواحد يبقى قدر اقول ان عزم عزم سناء القطب يساوي مقدارا عزم الازدواج المؤثر على ملف موازي خليت دي بواحد لفيد كسفته واحد تسلا يبقى عزم سناء القطب يساوي مقلتش هو يعني مقدارا ايه عزم الازدواج المؤثر على ملف موازي ممكن نشيل اليقة واضفها ما سيبنا من اللغة من نحو دلوقتي لفيد منتظم كسفته واحد تسلا كده دلعت عزم سناء القطب تعالى نشوف بقى هذا الازدواج الجميل وعزمه اللي خدناه بالتفصيل هستغلوا استغلال حيطول معانا في اجهزة كتير ايه حنعمل منه جهاز يعتبر اساس لمعظم اجهزة القياس الكهربية اساس لمعظم اجهزة القياس الكهربية وهو مين الجالفانومتر الحساس زوء الملف المتحرك دي محتاجة مننا يكون عندنا فكر متحرك ومهم جدا ان احنا نتابع هذا الامر بمزاج شديد كي بقى حيقابلنا الجالفانومتر الحساس زي ما بيقولوا بعض الناس زوء الملف المتحرك عشان افهمه محتاج نقاط من اللي فات ايه احنا اتفقنا ان احنا لسه واخدين عزم الازدواج وده اول تطبيق ليه يبقى فكرته تطبيق على عزم الازدواج وكمل الوصف الناتج عن مرور طيار في ملف واقع في فض مغناطيسي وهنا استثناءا وهفصلها بعدين موازي له ماشي ممكن نختصر ونقول اللي بالخط العريق تطبيق على عزم الازدواج طيب وظفته ايه همه جدا هبدأ بيها وابن عليها الوظيفة بيشتغل تلاتة في واحد ايه قياس الاستدلال تحديد اتجاه ايه قياس شدة الطيارات الكهربية وهقف عنديدية الاستدلال الاستدلال على مرور الطيار الكهربية تحديد اتجاه الطيار الكهربية طب ركز بقى معاي قياس شدة الطيار الكهربية مباشرة بس خلي بالك انا سبت نقاطها اتكلم عنها ايه قالك هذا لا يلعب هذا الجهاز لا يتعامل الا مع الطيارات المستمرة الضعيفة لطيار ايه المستمر الضعيف جدا غلبان خالص ماشي الاستدلال على مرور الطيار الكهربية المستمر الضعيف تحديد اتجاه الطيار المستمر الضعيف جميل خالص دي وظيفته طب ركز بقى معاي وبما انه بيلعب او بيعتبر تطبيق لعزم الازدواج يبقى انا هرجع لعلاقة عزم الازدواج تعالى نشوف كده ها بي اي اي ان سين سيت طيب تطبيق على عزم الازدواج يبقى انا حقيس ها ايه قال لك انا عايزه يعمل عزم ازدواج ومن عزم الازدواج ده حيحرك الملف ويدواره طب ما يدواره والله لو الازدواج ده كبير اقول الطيار كبير ازدواج قليل اقول الطيار قليل يبقى انا عايز اشوف يا طرى عايز علاقة بين الاي وبين تاو فاكرين زمان قلت ايه قلت لما اخد علاقة بين كميتين وعشان ادرس تأثير احدهما على الاخرى لابد ان اثبت بقية العوامل لازم العوامل البقية تبقى ثبتة جميل يبقى انا عايز اثبت البي والاي والان وصاينسيت جميل 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 يبقى نخلي بالنا ان هنا دول لازم يبقوا ايه ثوابت دي اول حاجة نثبت دول نثبت دول واحد يسأل الله هو مش الملف وما يتأثر بازدواج هيدور يدور طب ولما يدور مش زاوية بينه وبين المجال او بينه وبين العمودي الحاجة سيتا هتتغير اقول له المفروض انها هتتغير بس انا هلعب لعبة اخليها ما تتغيرش ازاي هنشوف وايه كمان انا عايز اخلي عزم الازدواج اللي عندي يبقى كالبوز يؤدي لانحراف ملحوظ لأقل طيار يعني عايز اخلي الجهاز ده حساس زي ما بنقول يتأثر باقل طيار يسبب اكبر ازدواج ممكن يبقى معنى كده انا عايز اخلي القيم دي تبقى كبيرة يبقى خلي بالك انا عايز اخلي او تودي تتنسب مع اي هسب الدول وايه كمان وعايز اخلي اقل طيار يسبب اكبر ازدواج جميل يبقى هنا وانا بصمم الجهاز وبوصف تركيبه محتاج اعمل ايه ها محتاج اخلي الملف اللي هيمر فيه الطيار اللي انا عايز اقيسه ماله يكون ها القيم عندي بي و اي و ان و ساينسيتا بان ساينسيتا تبقى قيم كبيرة كبيرة وبس كبيرة وسبتة عشان يبقى كل دول ثوابت فاقول ان تو تتنسب مع اي اذا انا اصبحت محتاج زي ما اقول تاني عايز اخلي ال بي سبتة وال اي سبتة للجهاز الواحد والان سبتة للجهاز الواحد و ساينسيتا سبتة هوتو تسبتوه ازاي سبت ده هنشوف ايه كمان عايز اخلي قيمهم اكبر ما يكون عشان يبقى الجهاز ده حساس ادي له اقل طيار يؤدي الازدواج كبير المقدار يؤدي الانحراف ملحوظ عملت ايه تعالوا نشوف بقى هخلي التركيب بالنسبة لكم ما يبقاش غريب يبقى جميل جدا 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 يبقى انا محتاج ملف مستطيل تعالوا بقى هنا و خلي بالك و انا بعمل الملف المستطيل ده بالتفصيل واحد يقول لما احنا عملنا الملف المستطيل النهارده كتير اقول له بس هنا بقى في حب التفاصيل في منتهى الاهمية ايه خلي بالك انا عملت ايه ايه ده انت بتعمل شباك اه بعمل شباك ده شباك ايه ده بقى ده شباك الهان تعالوا نشوف كده جالفانويت اللي قولك ده بتاعي انا تعالوا نشوف ايه ده ده اطار عارفين الباب لما نخلعه كده مش بنلاقي جزء خشب مستطيل الباب بيتثبت فيه مفاصلاته ويدور جوه اه بنسميه اطار الشباك لما نشيل الشباك الالوميتال مش بنلاقي جزء بنسميه الحل كده مستطيل اطار بقى سميه اطار الجانت بتاع العجلة بتاع العربية مش حواليه جزء كويتش بقى سميه اطار يبقى الفريم ده بسميه اطار هعمل اطار مستطيل دمه خفيف وايه كمان وهذا الاطار هو اللي هلف حواليه الملف هو اللي هلف حواليه وياريتك كل بقى يسيب كل اللي في ايديه وما ينشغلش بحاجة ويركز معايا يبقى انا ايه ادي الملف هلف الملف هتلف الملف فين حول هذا الاطار طب ليه هو الاطار ده مهم للدرجات دي اه طبعا الاطار ده مهم جدا تعالى نشوف كده ايدي الاطار هيتلف حواليه الملف دي اول حاجة وايه كمان ما هنقول لده عشان احاقق اللي انا قلته في البداية والاطار ده هيبقى جواه استوانة دمها خفيف تعالى نشوف كده استوانة اهي استوانة من الحديد المطاوع جواه جواه الاطار جواه الاطار بتعمل ايه عملها في منتهى الاهمية ادي الاستوانة ايه ده ده زليل مش اكتر من كده الحسن يفكر ان انا عمي حاجة ادي استوانة والاطار الازرق ده اطار رئي خفيف من الالومونيوم وخلي بالك كل مكونات الجالفانومتر مواد غير مغناطسية باستثناء الاستوانة الحديدية يبقى دي استوانة من الحديد المطاوع طيب بالراحة كده ايه وهذا الاطار بستوانته وملفه وصلطاته ماله فاضل طيب ايه ناخد دقيقتين لو امكن ماشي قصوا معايا كده ادي قطبي مغناطس مقعرين المغناطس بيكلم ادي قطبي شمالي ودي قطبي جنوبي يبقى بقى عندي ايه بقى عندي اطار رقيق من الالومونيوم ملفوف حوالي ملف مستطيل حول اطار خفيف من الالومونيوم متثبت فيه محور دوران هياخد الاطار ويدور والاستوانة تقول له دور بايد عني انا مش هدور معاك يبقى نخلي بالنا هنا ان الاطار حيلف والاستوانة لا وبدأت الاطار فيها ملف زنبروكي وانهيته ملف زنبروكي يبقى هنا ملفين بسميهم ملف اللي ملف لي وملف لي ومحور الدوران ده مشيلينه مؤشر يتحرك امام تدريج صفره في النص الله ده بقى جالفانو متر يبقى هذا التركيب هو الجالفانو متر طيب وبعدين يا طرعنا هدخل الطيار منين وخرجه منين ده اللي هقول عليه وكمله في المرة اللي جاية واسبكم على اشتياء شديد لهذا الجالفانو متر زو الاستخدام العديد ونلتقي باذن الله في الحلقة القادمة مع جزء ممتع جميل من مادة الفيزياء يا ابناء الاحباء كان معكم علي اسماعيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة